استعد لتتمكن من أركان الإسلام الخمس مع لعبتي أركان الإسلام، لعبة الطاولة وصندوق المرح للأركان الخمس أفاق معرفية إسلامية واسعة عبر لعبتين، ملهمتين، تعلينيتين، وترفيهيتين تطرحان أكثر من ألف سؤال ومئتين نشاط لاختبار معرفتك يلعب فريقان بالتناوب للإجابة عن أسئلة أركان الإسلام في خمسة مستويات تحدي يفوز فريقك بالنقاط عند الإجابة الصحيحة أما الإجابة الخطأ فتكلفكم بعض النقاط أول فريق يجيب بشكل صحيح على سؤال لكل ركن من كل مستوى صعوبة هو الفائز وقد أتقن أركان الإسلام ما هو نوعية الأسئلة؟ حسناً لندخل في صميم الموضوع دعنا نختبرك بسؤال حول الصلاة المستوى الأول كم مرة تقرأ سورة الفاتحة في اليوم الواحد في الصلاوات المفروضة؟ إذا أجبت سبعة عشر مرة جوابك صحيح إليك سؤال من المستوى الثاني أكمل الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي إذا قلت ركعتين إجابتك صحيحة بما أنك تجيد اللعبة إليك سؤال من درجة الخامسة صف صلاة النبي داود عليه السلام إذا أجبت كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة فإجابتك صحيحة هذه مجرد نبذة من ثروة العرفة الإسلامية التي يمكنك اكتسابها من لعبة أركان الإسلام هل هذه مجرد لعبة استجواب؟ بالتأكيد لا فعندما تلعب لعبة أركان الإسلام الخمس استشهد بالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة للحصول على نقاط إضافية انتظر هذا ليس كل شيء أيمكنك الرسم عينك مغلقتان؟ هل يمكنك التحدث بسرعة مدوني تاتا؟ كم سؤال عويس يمكنك أحله؟ هل يمكنك أن تفعل كل هذا قبل نفاذ الوقت؟ إذا كان الأمر كذلك تقدم لك صندوق المرح لمتعة عائلية فريدة من نوعها مع خمسمائة بطاقة من التحديات والأسئلة يمكنك القيام بكثير من الأنشطة الجماعية في جو ترفيهي مليء بالمتعة والضحك استعد إذن للرسم والتمثيل والبحث عن الأجوبة في القرآن الكريم وتعلم المزيد عن الإسلام مع كل بطاقة في جو من المرح مع لعبتي الطاولة وصندوق المرح آه، وبالمناسبة، قلت الجامعة الإسلامية على الإنترنت بمراجعة محتوى اللعبتين والتصديق عليهما انضم إلى السعي إلى المعرفة مع لعبتي أركان الإسلام الخمسة زر موقعنا 5pillarsgame.com وكذلك فيسبوك، تويتر ويوتيوب لإطلاع على أخبارنا وآخر المستجدات وتذكر أن لعبتي أركان الإسلام الخمس تعدان أفضل تجربة تعليم إسلامية مرحة تأتيك بشكل منفصل أو مزدوج مع لعبتي الطاولة وصندوق المرح الخيار لك